توفيق سابقة آلاء بنت فيصل عباس إبراهيم من السودان وتقرأ برواية حفص عن عاصم السؤال الرابع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك أولئك حبيطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم وجنات لهم فيها نعيم مطيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم حسبك السؤال الخامس والأخير يا أيها الرسل كنوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبراء كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبر القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين حسبك حسنتي بارك الله فيك